موسيقى متابعينا الكرام في ألمكة العربية السعودية أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد لنا مباشرة تأثيرات الحالة التي تؤثر على المنطقة الحالة المناخية النادرة متمثلة بالموجة الشرقية والتي سميت بالحالة تروية وفقا لنجلة تسميت الحالات المناخية مميزة في المملكة كما نلاحظ بأن هناك دفاعات كبيرة لصحب وغيوم باتجاه الربع الخالي والمناطق الجنوبية الشرقية من المملكة كما نلاحظ حتى نرى بعض الصحب الرعدية تشكت بالقرب من العاصمة الرياض نهر هذا اليوم سحب كبيرة جدا وضخمة تؤثر على مناطق الربع الخالي يأتي ذلك ضمن تأثيرات هذه الحالة المناخية النادرة طبعا نعود ونذكر من جديد بأن عموم مناطق شبه جزيرة العربية الأجزاء الوسطى والجنوبية منها تأتي ضمن تأثيرات اندفاع لطيارات هوائية رطبة مصحبة بما يسمى علميا بالموجة الشرقية الرطبة وهي طيارات هوائية مدارية سميت محليا وفق لجنة تسمية الحالات المناخية مميزة في المنوكة العربية السعودية مثلا بالحالة تروية آخرون أطلق على هذه الحالة منخفض الحج الذي يؤثر على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية هذه الحالة تتمثل بنشوء سحب وغيوم ركامية رعدية ممترة تكون مصحبة زخات غزيرة كفيلة بأن تؤدي التشكل السيول وجريان الأودية بشكل كبير أيضا تكون مصحوبة ومرفقة برياح هابطة تؤدي أحيانا إلى حدوث عواصف رملية قبل هطول الأمطار كل ذلك يأتي في مدن ومناطق في شهر 7 شهر يوليو وشهر تموز لا تشهد نهائيا أي أمطار ويكاد يكون ذلك في الأرشيف المناخي نادرا جدا في عموم هذه المناطق في شمال هذه الحالة مناطق سلطنة عمان التي عانت الأمرين في هذه الحالة بسبب الكثير من الاحتجازات التي شهدتها الأودية والمناطق إضافة إلى أيضا دولة الإمارات ووصلت تأثيرات إلى الربع الخالي من مملكة العربية السعودية اقتربت اليوم من العاصمة الرياض وأيضا المناطق الجنوبية المتاخمة لليمن إضافة إلى اليمن والآن سنشهد التسلسل الزمني لهذه الحالة إذن الأحد غدا تأثيرات هذه الحالة واسعة النطاق تشمل كافة مناطق الربع الخالي سلطنة عمان الأجزاء الشمالية الغربية منها أجزاء من دولة الإمارات وقطر تصل أيضا إلى المناطق الشرقية من المملكة العربية تصل شمالا إلى حتى السواحل المطلة على الخليج العربي أيضا العاصمة الرياضة غدا تحت الضوء في هذه التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الشرقية إضافة إلى المناطق الجنوبية من المملكة تلك خاصة المتاخمة لحدود اليمنية بما في ذلك شرورة ونجران مثلا وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئت لا تعليق يوم الاثنين يوم وقف التعرفات تكون تأثيرات هذه الحالة متركزة على الأجزاء الجنوبية الغربية ونحن نراقب عن كثب احتمالية وصول هذه التأثيرات إلى مدينة مكة المكرمة وما حولها يوم الاثنين مع بقاء طبعا فرص الأمطار ذاتها موجودة على كافة المناطق الجنوبية من المملكة بالنسبة للمناطق الوسطة تضعف شدة أو مساحة هذه التأثيرات لكنها تبقى قائمة على بعض المناطق المطلعة للخليج العربية بالإضافة للعاصمة الرياضة من جديد والدوادمي وبعض الأجزاء المجاورة لهذه المنطقتين يوم الثلاثة يتوقع أن تنتقل وينتقل هذا الحزام الرطوبي كافة إلى المناطق الجنوبية الغربية وفق وجود توقعات بوجود أمطار غزيرة في أول أيام العيد على مرتفعات أبهى وجزان ومرتفعات عسير والباهة وربما أيضا مناطق نجران وربما تصل إلى منطق الشرورة بالإضافة إلى الأراضي اليمنية كذلك شان ربما تصل هذه الأمطار إلى مكة والطائف وما زالت هذه التوقعات ضمن المراقبة الحثيثة تبقى بعض الفرص الأمطار هنا وهناك بشكل عشوائي في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة فيما استعرضنا خراءة توقعات الهطولات المطرية وفق النمذج الحاسوبية سنشهد أن اليوم السبت نلاحظ اقتراب الحزام المطري من العاصمة الرياض والمناطق الجنوبية من الرياض بالإضافة وصول إلى المناطق الحدودية المتاخمة من اليمن المزيد من السوق تدفق من الخليج باتجاه مناطق الوسطى يوم الإثاني كما نلاحظ بمشيئة على وجود فرص الأمطار في مناطق عدة من المملكة أيضا نلاحظ تركز الأمطار يوم الثلاثاء على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة والتلك المرتفعات بالتزامن طبعا مع أول أيام عيد الأطحى المبارك هذه الليلة تبقى الفرص في العاصمة مهيئة لأن تشهد زخات الرعدية النادرة من الأمطار الاتقال تكون نحن مصحوبة بأيضا هبوب لرياح نشطة وأتربة مثارة ودرجة حر صغر 29 درجة مئوية خلال أيام القادمة تحديدا غدا للأحد العاصمة الرياضة تشهد انخفاضا غير اعتيادي على درجات حر لا يعني أن درجات حر تعود إلى مستويات منخفضة ولكن تصل إلى 38 درجة مئوية ومع وجود توقعات به طول الأمطار سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل ودرجة حر صغر 31 درجة مئوية يوم الثلاثين درجة حر ترتفع تعود إلى 43 درجة مئوية ولكن أيضا تبقى فرص الأمطار حاضرة في ساعات النهار وصغر ليلة 33 درجة مئوية تقريبا يتلاشى تأثير هذه الحالة عن العاصمة يوم الثلاثاء مع 44 درجة مئوية في أول أيام عيد الأرض المبارك وصغر ليلة 35 درجة مئوية تعودنا الآن نصالة درجات حر العظمى والصغر المتوقع يوم الأحد والتقس متوقع في مدن ومحافظات المملكة سنبدأها شمال من اسكاكة 43 إلى 33 في عارة 44 إلى 33 وفي تبوك من 43 إلى 31 درجة مئوية مع أجواء حارة في هذه المناطق في المدينة من أورة 40 إلى 34 في جدة 38 إلى 31 في مكة المكرمة 38 إلى 31 وفي الطائف من 29 إلى 24 درجة مئوية مع ظهور بعض الصحوب والغيوم في المناطق الجنوبية الغربية ربما من فرصة أفضلية في جزان 36 إلى 32 مع فرصة أمطار رعدية إضافة إلى نجران ومنطقة شرورة في أبهة 27 إلى 18 وفي الباحة من 25 إلى 16 درجة مئوية في المنطقة الشرقية في الحساء 45 إلى 32 بالرغم من ارتفاع درجات الحارة الكبير جدا لكن فرص الأمطار الرعدية حاضرة في الدمام من 40 إلى 33 درجة مئوية مع فرص أمطار رعدية أيضا نادرة وفي حفر بطن أجواء حارة للغاية من 46 درجة مئوية في ساعات النهار وصغر ليلة 32 درجة مئوية ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى في العاصمة 38 إلى 31 مع أمطار رعدية محتملة غدا في بريدة في القصيم 43 إلى 32 وفي حائل من 42 إلى 32 درجة مئوية إذن هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة من توقعات جوية بشأن الحالة المناخية تؤثر وعندما تسميت محليا بالحالة المناخية التروية آخرون في الجزاء العربية أطلقوا عليها مثلا في سلطنة عمان منخفض الحج عموما أيضا كانت هذه التسمية فهذه الحالة المناخية هي حالة نادرة تستحق من التوثيق لأنها تأتي في وقت لا تشهد به مناطق الجزاء العربية بالعادة حضورا للأمطار بهذا النطاق الواسع لمثل هذا الوقت طبعا دائما من العام أتمنى لكم جميعا السلامة جميعا أينما كنتم هذه الحالات الجوية تتطلب منها عدم المغامرة والمجازفة بالخروج في الأودية والمناطق المنخفضة سنكون معكم في طقس العرب أولا بأول متابعة هذه الحالة الجوية دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء